السؤال للأخ أبو علي يقول بالنسبة للواحد إذا يثوب لوالدي كيف يقرأ الفاتح طبعا أولا أنا الأخ أبو علي أقول هي هاي النواية الطيبة والسجية السليمة هو هذا بر للوالدين بحد ذاته بر للوالدين حيين كان أو ميتين أما مسألة الثواب قراءة الفاتحة مو واجب أنه يتلفظ بلفظ يقول مثلا أقرأ الفاتحة لروح والدي أو والدتي هي النية بقلبه هو مريد يقرأ الفاتحة يا كافي يسوي إديها الشكل ويقرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويكمل قراءة الفاتحة هذه قراءة الفاتحة أما مسألة الثواب أنه واحد مثلا عنده كان يسوي خروف واحد يسوي دجاجة واحد يسوي تمن تمن واحد يسوي مثلا تمر لبا واحد يخضرات وخبز أي شيء واحد يسوي إن شاء الله يصل ولا الله عز وجل كما لا ينظر إلى صورنا وإلى أجسامنا كذلك لا ينظر إلى موائدنا ومقدار اللحم الموجود بيها والدهن الموجود بيها والفواكه وإنما ينظر إلى النية وخصوصا إذا كان الإنسان فقير لو شربت ماء يعطيها إلى أي مخلوق من هذه المخلوقات الله يثيبه ويأجره على ذلك بس هذا مو نقول اللي عنده أمكانية خلي يطعم الفقراء خلي ينطل الأيتام يعني كلامي أطرة واضحة اللي الله باصط يده وعنده أمكانية عليه أن يمد إيده للمحتاجين وللفقراء وللأيتام ويجعله بنية الثواب إلى والده وهذا من الأمور الجيدة جدا إن شاء الله يصل ويكون حسنات لوالده